اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم اصرار الحياة طبعا مع اصرار الحياة زي ما عودناكم كل يوم سبت بيكون معنا ديف بنتعلم سري من اصرار المهنة بتاعتنا والنهاردة معانا حلقة مختلفة خالص عن الحلقات اللي احنا عاملين هنتكلم النهاردة عن الازياء والفاشن والموضة وخصوصا ان احنا دخلين على سيزن العيد هنتكلم النهاردة عن التصميمات عن الموضة عن الالوان اللي نزلة السنة دية ايه نظامها طبعا انا مش اقدر اخش في البجال دوت وهسيبه للاستاذة الجميلة الديزاينر استاذة دينا وادي اهلا وسهلا بحضرك استاذة دينا اهلا بحضرك استاذ نورتينا في اصرار الحياة نورك مرسي في البداية كنت عايزة بس اتعرف استاذ المشاهدين بحضرك انا دينا وادي بشتغل في الفاشن وصحبة التالية تيلر شوب تمام وبيتش فستاتين باي دينا وادي ازاي جات لك الفكرة استاذة دينا ان انت تشتغل في المجال ده الفكرة جاتلي اصلا يعني هي موهبة الحمد لله من وانا صغيرة كانت ماما دايما بتفصل لنا فستين للعيد او بتعملنا لبسنا فانا من وانا صغيرة اصلا باخد منها كنت بقعد جنبها وباخد منها البواق القماش اللي كانت بتفضل افصلها للعرايس حلو جدا فده من زمان لقيت نفسي انا دايريكت كده ببص عليها بتفرج عليها وهي بتشتغل وهي بتقص طبعا هي ما كانت شغالة في المجال هي بس كانت بتتفصل لنا هوية اه اه زي الامهات زمان كوروشي والحاجات دي تمام فلقيت نفسي انا دايريكت بتعلم منها هي بتعمل ايه ببص عليها بتعمل ايه بدأت اطور نفسي وأنا في إعدادي تقريباً كنت بعمل لبس النفسي وأنا في سنويل كنت بعمل بدأت المجال صغيرة جداً يعني عند plötzlich في صبرة جميلة بشتغل على إيدي بخيط على إيدي مش على مكانة طبعاً وبعدين بدأت بعد كده أشتغل على مكانة بتاعتها بقى أعمل لبس النفسي شجعتك شجعتني بصراحة جداً وبعدين أول حاجة عملتها بعد كده فصان فرحي طب ده حلو جداً العروسة عام للفصان الفرح اشتغلت في ستنفا راح ياخد مني شغل ثلاث شهور اشتغلته عجب صحابي جدا بعد فترة لقيت بقى صحابي بيكلموني انا عندي مناسبة عايزك تعمليلي كذا بيحطوني بقى ان انا اعمل لهم حاجات للمناسبين اه حاجاتك بقت كويسة احنا عايزينيك كمان تعملين هما اللي شجعوك كمان هما اللي شجعوني ان انا اعمل كذا كنت الاول بعمل المعارف بعمل لصحابي بعمل اخواتي وبعدين صحابي بقى قالولي ايه رأيك تشتغلي في الحاجة دي يعني انت شطرة فيها يبقى لك ما تم معين تشتغلي فيه بقى وتبدأي تتكمل المجال ده اشتغلت الاول في بيتي بدلت خمس سنين بشتغل اونلاين كده على يعني عاملة بيتج اسمها فساتين بايدينة وادي بشتغل بعمل فساتين بعمل لبس كاجول بعمل لبس اطفال اشتغلت فترة في الكروشي برضو في الكروشي والحمد لله يعني انا كنت بحلم ان انا يبقى لي مكان واعمل قتالي الحمد لله وقد كان يعني اختي شجعتني جدا كان الفترة في دماغي بقالها فترة بس اللي هو خايفة اخذ القرار خايفة اخذ القرار ما بقاش قد المسئولية كمان عشان انا ام وعندي بيت وكده فالحمد لله هي شجعتني وقيت لي لا لازم تكملي في المجال ده لهم كلهم حاسين ان انت عندك موهبة فلازم تكمل المجال ده في التصميمات والفشو المتحدث كمان هي نزلت معي يعني احنا تيم احنا تلاتة بنشتغل مع بعض يعني مش بتشتغل الواحد لا 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 ما بشتغلش الواحد احنا تيم يعني القتلية بتاعنا احنا تلاتة برضو كان عندهم الهواية برضو كده ولاء سوسو اه يعني ان شاء الله نفس الهواية احنا اصلا اراجب يعني فاحنا تلاتة شغالين مع بعض والحمد لله يعني الحمد لله طب ايه تفتكري بجانب بقى غير فستان فرحك ايه اول حاجة عملتيها واما شجعتك عليها قالتلك لأ دي انت عندك الموهبة ودعاميها بقى الموهبة ديت ايه اه لما كنت بعمل لبس اللي هي وانا في سنوي يعني كنت ساعات اروح محلات اتفرج على حاجات بره مش هي اللي في دماغي في دماغي حاجة معينة عايزة تصميم معينة تصميم معينة عايزة نعفزه فكنت لما بعمل كده كنت موهبة بتشجعني بتشجعني قوي لأ شطرة عرفت مثلا انا اجيب الخامة الفلانية اعملها بالشكل اللي انا عايزة امين طه حلو جدا اللي انت عندك الهواية ديت ولا درستي لان فيه ناس بيخشوا اصلا مجال الدراسة عشان البطرون عشان القص ازاي عشان المكنة كمان اللي انت تعود عليها صعبة جدا يعني برضو عايزة واحد محترف كل حاجة في اولها يعني انا بالنسبالي كنت بخاف من شكلها قبل ما عود عليها لكن تعود الابرة الفتلة بتدخلها ازاي تعودت وبعدين انا دلوقتي بصلح المكنة كمان كمان فتعودت يعني الاول كان هوية بعدين انا كمان يعني ما استنيتش مش الهوية بس دلوقتي يعني انا كمان درست درستيها يعني انا كمان درست والحمد لله بيعمل كل حاجة من اول لما بيجي في دماغي الفكرة وبرسمها والالوان والبترون والقص كل حاجة كل حاجة ما اشتغلها بيدي الحاجات دي بقى استاذة دينا بتحتاج وقت يعني انا حاسة ان هي مثلا يعني الفستان ممكن ياخد يوم بحاله ان انت مثلا تزبطي وكده بتحتاج وقت كبير ولا على حسب التصميمات والقصات مثلا على حسب التصميمات وعايزة اقولك على حسب الحظ يعني ساعات مثلا فيه بنوتات كتبتجيلي عايزة اعمل درسة دلوقتي يعني مستعجلة ممكن ياخد الدرسة ساعتين اعمل درسة في ساعتين بلاوز مثلا او حاجة كجول ممكن تاخد مني وقت قليل وعايزة اقولك ان في الشغل ده بيبقى دنيا حسب المزاج انا مزاجي رايق دلوقتي اعمل حاجة اطلع حاجة حلوة وفيه حاجة في دماغ عايزة طلحة حلوة وحبى الحاجة اللي ما عايزة طلحها لايقى على البنت اللي هتلبسها حبيني نغير في تفاصيل عشان يتبين احلى فالحاجات دي كلها بتفرق طبعا بتحتاج يعني زاج رايق زي ما بيقوله كده بتخرج كلها احلى حاجة عندي طبعا طبعا يعني تمام طيب دلوقتي اي تصميم ممكن يجيلك يا أستاذ دينا ممكن تعمليه يعني لو مثلا جابتلك صورة من تصميم في اي مجلة وقالتلك انا عايزة تصميم المجلة ممكن تعمل ولا اه مفيش مشكلة اكيد برضو بتديها رأي الحاجة دي هتبقى لايقى عليها ولا لا فيه ناس بتبقى عايزة تعمل حاجة عشان تخبي ديفوه معاند في جسمها او تخبي اكيد فبتبقى عايزة تعمل عليه حاجة عشان تخبيه فبتتظهره اكتر بتعمل عليه صبوت اكتر فبتديها رأي اه الديزاين كويس ممكن نغير فيه الجزء الفلاني ممكن نغير فيه طب احنا طبعا بتعريد دلوقتي شغل حضرتك على الشاشة يعني يريدك تعقبين علي الدرس اللي فات الدرس ده بتعصارة اللي هو ده اه تمام ده كانت عاملاه في عيد ملادها وكتزعلنا جدا انه ما فيش حاجة جديدة تلبسها وعملناه اخذ ساعتين اخذ ساعتين ده اخذ ساعتين ده اخذ ساعتين معمول من من تلات يعني تلات خمات مش خمة واحدة تمام يعني معمول من الطل ومعمول من اللونه جميل برضه بيناسب مناسبات عادي يعني ممكن تحضر بأي حق اي مناسبة او كتب كتاب يعني هو ينفع اه مناسبات كتير جميل طبعا والطل اللي هو في فلوريدا ام لا جميل جميل ايه طب التصميمات التانية برضه ممكن حديكتي وره هلأ طبعا لمستاذا المشاهدين اه دي حاجات كاجوال اه ممكن الحاجات بقى ديفري بعدين التايجر كمان طالع طالع موضة جدا موضة بكل تجيراته اه اه الصيف ده اه ده ممكن يتلبس تحتيه اندر شيرتا او يتلبس تحتيه حاجة اكيد شميز او حاجة وعلى جينس او كلاسك عادي اللأ شيك اه والطقم ده الطقم ده ده تجول رمضان اه جميل ده جوب بانطلون اه والبونشو ده لأ تحصى ده معمول من القطم اه والقنار اللي هو ده عشان رمضان لأ جميل جميل تسلم ايديك تسلم ايديك والقسود ده برضو القسود ده القسود ده بقى خطير يعني يناسب بقى في اي حي ده هو كان معروض من شوية اه اه ده بتاع خطوبة اختي اه لأ جميل ده طل اه والجزء اللي فوق السوري الكرة اه سيب معقولة يا يا سيدة دينا اه الحاجات دي قدرت ان انت تقصي وتحطي والطل والحاجات دي تمام كمان الحاجات دي بتاخد وقت شوية في الشغل عشان لازم تزبطي يعني الرسمة الموجودة على الطل اه ما بتتعملش بشكل عشوائي لازم نقص قص ونعمل حاجات عشان نجيب الشكل اللي هو بتعريد ده دلوقتي اللي موجود اه لا تحفى صراحي يعني ويناسب اي مناسبة اه اي مناسبة راية فتحة فرح كده لا حاجات كويسة والله والاسويت ده برد ملك الالوان معمول من الارجانزا ومن اللكرة تبقى عايز الجسم السوية الفرنساوي الفرنساوي اللي يتنفس عليه ببقى من المزبوط اه لا جميل جميل برد لا يعني الحاجات كلها التصميمات كلها وانا ملاحظة كمان نما احنا دخلنا على البيتج بتاع حضرتك لقينا ان التصميمات كلها مختلفة يعني مش حضرتك شغال على تصميم معين لا ده لقينا اسكال والوان ده طبعا من غير الحاجات اللي حضرتك جايبها يعني ما تخيلناش ان صاحبة البيتج ده بالسنين الصغير ان هي ادلت في الوقت ده ان هي تخرج الحاجات دي كلها ايه المشاكل بقى لوجهتك في المجال ده اكيد فيه مشاكل وجهتك ايه هي بقى يعني في الاول خوفي ان انا اعمل مكان فان انا كنت شغالة في بيتي كنت عاملة قوضة قتلية كنت شغالة في بيتي اشان اولادي كان عندي دايما هياجي سانا لما اعمل مكان مش حارف فخالص ان انا اشتغل او مش حارف انزل او ما خرجتيش من مجال الشغل برا يعني كان كل نتاكك في قلب البيت قبل ما اتجاوز كنت برا مكنت برا لكن بعد لا كنت في البيت وبعدين كنت كمان اخاف ان انا اقصر في حاجة كده اكيد طبعا انا حضرتك اولاد فلا خليني في البيت احسن هفضل شغالة في البيت هتبقى عاني على اولادي مطالبهم وكده دلوقتي اه ابني كبير طبعا انا حابة واجهله شكرا هو دلوقتي انه بياخد باله يعني بياخد باله من اخواته معايا وعارفين نتزبط الدنيا انا وهو مع بعض والحمد لله ده كان اكبر حاجة مخوفاني بس الحمد لله بعد ما منزلته فتحت المكان اللي كنت باحلم به الحمد لله الدنيا يعني ربنا بيوفق طبعا اكيد ربنا وبيدي القدر على قد تعب طبعا يعني انت بدأت الفنجل دوت كان طبعا عندك العمل بتوعيك يعني حابة صغيرين زي بيقولوا كده بس اكيد طبعا عشان صمت حضرتك كويسة والمجال الكويس اللي حضرتك شغلت فيه اكيد بقى زادوا زادوا بقى الزي اه الحمد لله قولنا يعني ازاي يعني هما في الاول كانوا الصحاب بيجيبوا صحاب يعني لما حد يشوف حاجة كويسة على حد عاملها فين عاملها عند دينا طبعا عايز اقولك ان انا اصلا كل الكلانت اللي عندي كلهم بقوا صحابي احنا اللي هو تعرفنا الاول كده وبعدين احنا نروح لدينا في العيلة بقى اه يعني واحدة مثلا فصلت عندي حاجة وعجبت حد في العيلة عندها بلقيها جايبة العيلة كلها بس اذلك بس معانا مدخلة وصيدة صارة ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام ازايك يا وصيدة صارة الحمد لله كله تمام الحمد لله كلمينة بقى على وصيدة دينا وشغلها وتصميمتها انا عايزة اقولك يعني انا مثلا اعرف دينا من اهلا من شهر من شهر اه او وكنت ريحالها مثلا علشان كنت محتاجة حاجة ضروري كده مروا واحدة حقيقة طلعت لأحسن تصميم فستان بالفرح وكل كل الفرح فعلا كرمجهور بالفستان وطلعت في وقت قصير جدا طب ده حلو جدا يعني في شهر تعرفت عليها وخلاص على كده بقى دينا في شهر عملنا في الثانين علشان مناسبة عيد ميلاد ومناسبة فرح تمام وحقيقة الاثنين كانوا حاجة واحدة حلو جدا طبعا حلو جدا وبعدا عن الشغل الحلو معاملة كمان جميلة لا أستاذة دينا أستاذة دينا جميلة ومعاملتها مع كل الناس والله ربني خليك يا الله دا كتير حاجة تكورة بجد أشكرك يا أستاذة صورة أشكرك يا حبيب أشكرك العملة بيتسلوا بيشكروا في حضرتك صورة بجد من الناس يعني أنا عرفاها بقى ليه أقل من شهر تقريبا بس احنا بقيني أصحاب جدا ويعني ماشاء الله كمان حلو مني بقى عن شغلات بيقولك ده أنا عرفاها بشهر وكنت رايح حالا عايزة بسدين كده بس أنا يعني أنا حطيت نفسي أنا دايما بحط نفسي مكان الناس يعني أنا دلوقتي عندي مناسبة وهبقى مبسطة جدا لو لبست حاجة حلوة وحاجة الحاجة اللي في دماغي تمام فطب خلاص يا صورة تمام القماش طب أوكي هجبهولك الحمد لله الفستان خلص في وقتك يا ياسي في وقت مغاية ثاني فستان كان في ستشون عيد ميلادها كان اليوم اللي قبل رمضان على طول فأنا عايزة فستان أحضر بعيد ميلادي هبقى مبسوطة لو عملت هولي تعرفت خلصي هولي قلت لها كانت ساعة تسعة بالليل قلت لها تعالي خدته الساعة 11 تسعة خلصت لها الساعة 11 خلصنا 11 خلصنا 11 وخدته ومشيت والله هي قعدتها لذيذة جدا وكنوا عاديين بنتكلم لأ وأنت كمان يعني ايه يعني دماغ لما بتبقى ريئة بتطلعها يا أحلى حاجة الحمد لله الحمد لله دايما يا ربي دماغ لكده تروع عشان تطلعي لنا حاجات جميلة بيك كده يا رب ان شاء الله نتكلم شوى بقى عن البيتش احنا لما تعرفت عنيك تعرفنا عن طريق البيتش طيب مين اللي اداك الفكرة اللي انتي تعملي بيتش يعني أكيد في حد قالك لا نعمل بيتش بقى أول حطه على السوشيال متر والله يا صحابي قالوا لي عملي بيتش نزلي في الحاجات اللي انتي عملتها لنا ابدأي بيها كده 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 على جروح وكتبت ان دي البيتش بتاعتي يا جماعة كان فيها بس يعني لايك واحد بس وسافرت خمس تيام ورجعت لقيت فيها خمس تلاف لايك ما شاء الله خمس تلاف لايك خمس تلاف لايك اه خمس تلاف لايك وماس بقى بتسأل على شغله عايزين طبعا من الفترة دي انا كنت شغالة في البيت اه الحمد لله كنت باخد شغله وناس كتير كان بيجيلي كان بيجيلي كشغلي عن طريق البيتش بتاع حضرتك اه 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 معظم الشغل اللي جالي عن طريق البيتش تعرفت عن ناس حلوة قوي تعرفت عن واتقوي يعني عملت صحاب اه ويعني ناس جميلة بجد التردت عليهم واشتغلت معهم اه مين بقى اللي بيرد طبعا انتي امه معاك ولده اه طب بتنصك ازاي ما بين اللي انتي ترد علي الرسال الصفحة بتاع حضرك البيتش ومبين برضو الأتليب تاخد احنا الاول كان بيبقى صعب علي لان كنت بشتغل لوحتي لما كنت في البيت كمان للوقت احنا تيم يعني انا ولااء وصوصوا اه هم عطول في دهري بصراحة ولا على طول مسكين سوشيال ميديا وبترد على الناس وبتقول لهم يجيبوا إيه أو توفر لهم القماش هي كمان سعاد بتنزل توفر القماش وتشتري عشان تريح الحد اللي جاي تبقى هي جايبة الحاجة اللي حينفع نشتغل بيها معنا برضو مدخلة أستاذة زهرت ألو عليكم السلام زي كيف هان لمخبار حديك إيه تمام الحمد لله صباح النور طبعا أستاذة دينا ويادي اللي يعلق عليها طبعا عايزين بقى إحنا في رمضان عايزين بقى حديك تقول لنا شغلها عامل إيه بصي بأمانة ربنا والله العظيم هي أولا أنا عايبتها من البيت جي برضو يعني كذا حتى الرشحولي كأفضل لمنصميمة أذية عملت لهم مما ببسهم بعد كده أنا كان عندي مناسبة لتوقيع كتاب عشان أنا كاتبة فأقلت لهم لأ خلاصا عايز أرف لها اللي هو أنا راح يخلها من مكان بيئت جدا أو أنا معاملت حلوة جدا ولطيفة ودماء خفيف ودمج بلاقيه كثير متوفرة عند الحد أن أنا بستغل معي عموما تمام فاللي هو بعمل عندها قبول عندها قبول جدا ما شاء الله عليها يعني جدا والله فاللي هو إيه خليتني أعمل في التصميم اللي أنا حباء ورغم أنه يعني شغل الصورة بالضبط بس دمه خفيف عارفة لما تشتي حاجة دمها خفيف أكيد عارفة اللي صوني عد صوني عد حب أكيد يعني ما شاء الله عليها قادرة تطلع الحب اللي جواها في التصميم اللي قدامها حباك ترمو بلغة حباك ترمو بلغة أنا لما حد يطلب مني مصممة من هو أنا مغمضة يعني عارفة ترشحها هو اللي هيكلمي الآخر يعني أنا لفيت كثير وعملت حاجات كثير قوي عشان أوصل للتصميم اللي أنا عايزها بما أني منتقلة كمان فمش أي حاجة هتلقى عليها ومش أي حاجة هتنفذني أكيد دينا واضي تصميمها تخليكي تجبسي اللي أنت عاوزة يعني بصدري راحب كده وانت مبسوطة واسكة في نفسك ومراضي علمتي لبسات نعم ما إحنا كمان هنجرب بقى إحنا لازم نجرب إن شاء الله مع كل التصميمات إن شاء الله إن شاء الله مش هتندمه يعني أنا وقه هتندمه يعني أنا وقه هتندمت كثير جدا وندمت أطلا أن أنا هتفصله ورغم أني بحب التفصيل أطلا ما بعرفش ألاقي الحاجة اللي أنا عايزها بالسلوب فبأتطر أن أنا راح أفصل وأنا كمان بحب أن أقسم الأول الكساتيني اللي أنا هتصممها بس هي مش المحتاجة اللي أنا أعمل معها كل ده هي بتقولني المطلقة ما صرحت لها الفكرة اللي أنا عايزها أصممتها خلاص وفي وقت قياسي جدا فعلا اللي هو إيه تعالي خذيهم بعد بكرة يعني إيه بعدها بشوية أخواتي طلبوا مني فتاتين لأ لو حولها بسرعة ونحكتهم ونحك أكيد أكيد تعالي كلنا نروح إن شاء الله هي دايما في تقدم ونجاح إن شاء الله وسزدينا وهي ما شاء الله عليها نجحة واسقة في نفسها وحلونة ربنا يكرديك يا حبيبتي والله كتير الكلام ده وانا بدعي لها والله من كل الأذن أشكرك يا أستاذة أشكرك على المداخلة اللطيفة دي أنا صراحة مش عارفة أتكلم يعني أنا مش عارفة أتكلم من كتر المداخلات الجميلة اللي بتشكر في شغلة حضرتك يعني دوت مش مش من جاي من يوم أو اتنين أو كده أكيد المعاملة الكويسة والشغل الكويس أنا بحبهم جداً وبعدين بعتبر يعني أي حد بيدخل عشان يفصل عندي معنى كده إن هو وصق فيي إن أنا هتطلع له حاجة كويسة لازم أطلع له حاجة كويسة يبقى مبسوط وورا بسها ومريحة نفسها التصميمات كمان اللي عندك يا سوزة دينا كويسة جداً ومختلفة وكمان يعني بتنسل كل الأعمار يعني أنت مش مش مزبطة نفسك على سن معين لا ده كل الأعمار ممكن تعملها ده حتى للصغنانين الصغيرين حتى يعني حتى لو جات لي أم عروسة أم عريس بتبقى عايزة تطلع أحسن حاجة أكيد طبعاً لازم تطلع في المناسبة دي أحسن حاجة هي حباها عملتي بقى التصميمات القابلة يا سادة دينا اللي هي الأم وبنتها آه طبعاً آه دي دي جميلة دي أنا أول أم وبنتها عملت والله يا آه أنا وجوري بنسل يطلب مني؟ آه كتير بيتطلب مني الدرس نفس نفس ما بيبقاش نفس الديزاين لأن في ناس في ديزاين الكبير ما بيبقاش لا طبعاً مش مناسب للصغير مهم الصغير نعمله منفوش فلافي كده شوية حملات رفياة الكلام ده كله حبة الدلعبة بتاعت الأطفال طيب بالنسبة للتصميمات إحنا عارفين إن هديك تصميماتك مختلفة هل بيختلف الأسعار في التفصيل من ديزاين للديزاين؟ بيختلف في الماتيريال يعني مثلاً أنت ممكن تلاقي حاجة نفس الشكل بسعر أقل نفس الشكل بالضبط بسعر أقل بس لما تيجي تمسكي الخامة أو لما تيجي تلبيسي الماتيريال ممكن تلاقيها في السعر الأرخص مش مريحاكي لما تتغسل بتطلع اللون بيختلف بيختلف آه ممكن يبهت ممكن بتبقى على حسب الخامة لكن الشكل أنت عارفة ممكن حاجات تتبعها أصلاً أونلاين تلاقي حاجة شكلها إيه ده هي هي بس أرخص سارق يعني مش قليل لكن ما بتبقاش نفس الخامة طبعاً لا طبعاً الحاجة اللي ممكن بتبقى في الأسعار بتبقى أغلى شوية الحاجات اللي بتاخد شغلها هندماد يعني التفريغ جبير وتركيب والتطريز الحاجات دي طبعاً كلها بتاخد وقت أطول بتبقى سعرها شوية أعلى وصلت حاجات أونلاين يا أستاذ دينا كتير معقولة طب بالنسبة للصائز والطول والعرض بيبعتوا لي المقاسات بيبعتوا المقاسات بيأخذوا المقاسات بيبعتوا هالي وببعت لهم كمان أنا عندي كمان كلها أنت بيقولي مسكندرية بيقولي من الزقزي من المنصورة ما حصلش كده حاجة تقولك اتصلت بحضرتك تقولك لا ده مش مقاسي لا ده شكل ده مش عالي لا دايماً بيقولولي سيب الطول يعني لو في درس سيب الطول طويل واحنا ممكن نزبط الطول الحاجات اللي هي ممكن تتزبط اه لكن الصائز لا بيبقى مزبوطة الصائز كمان في ناس بتبقى حبة بقى تيج يعني أنا ببقى عملة يوم كده لو حد جاي من اسكندرية كان حد جاي من المنصورة من الزقزي عندي كلانت من هناك بيجوا بيستلموا في نفس اليوم تقريباً لو هم حابين مثلاً هيجوا مرة تانية يستلموا فيها فبتبقى بروفة يعني لحظها بما هم عايزين يعني انت كمان بتروعي الناس اللي هي جايلك من اسكندرية اه طبعاً ضيوفنا الغاليين اه يعني سبحان الله اه طبعاً بيبقى عندي في القتالية طبعاً انا الموعيد عندنا مش كده وبنقضي مع بعض يوم حلو بجد طبعاً اليوم ده بيبقوا حاجزينه يعني اليوم ده بيبقى ايه انا جاي اليوم الفناني الفلاني عشان انا ميبقاش عندي ايه الشغل في الوقت بتاحها لانها طبعاً جاي من سفر ومحتاجها السفر بدري فاليوم ده بيبقى انا ببقى افلاء اه بخلص لها شغلها بتستلمه وبتمشي يعني وكمان بالنسبة بقى البيجي بتاع حضرتك لانا فيه نازل تصميمات كويسة والماتيريا الشغل يعني انا حاسة ان هو شغل كويس جداً طيب انا دلوقتي لو انا مثلاً قاعدة في اسكندرية طلبت منك انا عاجبني التصميم دوت انا عايزاه وانتي بقى تجيب القماش وتفصليه وكل ده بيحصل؟ اه بيحصل طبعاً بتجيب القماش وبتقولي ودي ليه التكلفة كلها بحسب لها التكلفة القماش بالتفصيل بالتوصيل لو هي حبة هي عندها شركة شحنة هتتعامل معيها او انا بعتلها بشركة شحنة او اي حد مثي انا بروح اسكندرية كتير اصلاً فاللهو بوصل لها لكن الموضوع ده مجاش مشاكل خالص منه انت توصلي لان انت توصلي اسكندرية اصيوت كده يعني لا 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 مجاش مشاكل الحمد للهو طب ده حلو جداً يعني انت جيلك الجرأة اللي انت توصلي للمحافظات وانت مش شايفة اصلاً التصميمات انت كان اول تعامل بانوتا كان بتكلمني واتفقت معي على كل حاجة متعرش ان انا من الكاهرة هي فكاني مسكندرية تماماً فاتفقنا على كل حاجة وبتقولي طب بعتيني العنوان فبعتلها عنوان بيتي فقيتلي ده فين ده عارفت ان انا في الكاهرة فزي علي اطلق ازاي بعد ما اتفقنا على كل حاجة تطلعي من الكاهرة قلتلها لا انا هعملك اساسي قلتلي خلاص هنزلك الكاهرة نزلتلي مرة واشتغلنا في حاجتها وبعدين انا بقيتها بعتلها دلوقتي طبعاً مقصتها عندي واي حاجة بتعجبها اي دود واحدة القماش يلا عملي بعتي فالدنيا بتمشي كده الحمد لله طبعاً بص احنا قدامنا دقيقة بس انا عايز بقى في الدقيقة ده تقولي تقولي لي مين اللي دعمك ووقف جنبك اللي فعلاً حاسة انه هم ووقفوا جنبك ودعموك في المشروع بتحضرتك اصحابي اختي ولاء هي طبعاً حبيبية قلبي وشركتي واختك شجأتك اه اه وخلته طبعاً اللي برضو هي بتشتغل معنا احنا تيم واحد انا وهي انا وولاء وصوتيم واحد بنشتغل سوا دعموني بصراحة وهم اللي خلوني لأ بنزلي واشتغلي ويلا كده اصحابي طبعاً ما قدرش هانكر فضلهم ووقفوا جنبي طبعاً هم قالوا لي ما تذكرش اسمنا يعني بس بس هو الوقت والله يخلص يعني انا بشكرك حديك ومش عايزة حلقة واحدة انت عايزة حلقات عشان نتكلم عن التصميمات والحاجات اللي حديك عامليها وانت طيبة اشكرك يا استاذة دينا واتمنالك مزيد من النجاح والتفاوض طبعاً احنا لسه فقراتنا ما انتهتش انتظرونا ومزيد من الحلقات عن التصميمات والفاشن شكراً